موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة الصف السادس العلمي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء والذي سيكون مخصصا للمقارنة ما بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية من منهجنا الحديث منهج الكيمياء والتي حثت فيه بعض التغيرات الطفيفة ننوه لها من أجل أن تكون على علم خصوصا ونحن حينما تعاد دروسنا دروس الكيمياء التي سجلت بناء على الطبعة القديمة والتي حدثت بها بعض التغيرات ننوهلها من خلال درسنا نحاول أنه نرصدها كل هذه التغيرات وأيضا أنت السجل معانا أبرز ما حدث من تغيرات طبعا اليوم راح نأخذ الفصل الكهربائي هذا الفصل كان ترتيبة السادس في الطبعة الأولى اليوم أصبح ترتيبة الفصل الرابع في الطبعة الثانية الكيمياء الكهربائية كان ترتيبها السادس اليوم أصبحت في الترتيب الرابع شنو أبرز التغيرات اللي حثت بالنسبة للفصل الرابع هذا الفصل تمرين خمسة أربعة تمرين خمسة أربعة جواب النهائي هو أو بوينت أربعة وثلاثين فولت كان سابقا واحد بوينت أربعة خنشوف هذا تمرين خمسة أربعة وخنشوف شنو اللي اللي حدث بي هذا تمرين خمسة أربعة من التماريط طبعا الموجودة في الفصل احسب جهد الخلية القياسي لخلية تم عملها من قطب الكاديميوم CD المغمور في محلول واحد مولار من نترات الكاديميوم وقطب الكروم CR المغمور في واحد مولار من نترات الكروم إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية E-NOT CD موجب ثين إلى CD ساوي سالب أو بوينت أربعين و E-NOT CR موجب ثلاثة إلى CR هي سالب أو بوينت أربعة وسبعين فولت طبعا الجواب هو موجب أو بوينت أربعة وثلاثين سابقا كان واحد بوينت أربعة عشر شوف لاحظ أكو اختلاف اختلاف كبير ما بين القيمتين هذا أيضا الأسئلة المهمة واللي طبعا الجواب الجديد هو موجب أو بوينت أربعة وثلاثين واللي يمكن أنه تلاحظه معانا هذا هو الجواب أو بوينت أربعة وثلاثين بالمية فولت إذا بإمكان مخرجنا أنه يشير لها نعم هذا هو واضح أنا أشكرك وصار معلوم هذا هو تغير رصدنا في جواب تمرين خمسة أربعة طبعا أيضا ناخد تمرين ستة أربعة الجواب النهائي لا يذيب الفلز سابقا كان يذيب الفلز في حين هو الجواب لا يذيب الفلز هذا تمرين ستة أربعة طبعا هذا التمرين سابقا طبعا هل بإمكان تمرين هذا ثمانية أربعة وليس ستة أربعة ثمانية أربعة هل بإمكان محلول أتسي أل إذا بتفلز الفضة الموجود في محلول يحتوي على أيون الفضة أي جي موجب بتركيز واحد مولاري للخلية التالية إذا علمت أو علما أن جهد الاختزال القياسي للفضة من طنيا موجب أو بوينت ثمانين بالمية فولت ومعلومة يقصد بالذوبان هو حدوث التفاعل بشكل ترقائي وطبعا هذا هو مطيني التعبير عن الخلية كتابة هذا هو التمرين لاحظ أمامك سابقا كان يمكن أن يذوب الآن لا يذيب هذا هو الجواب الصحيح لا تحدث عملية الإذابة هذا هو بإمكان مشاهدته أيضا ناخد تمرين تسعة أربعة تمرين هذا تسعة أربعة طبعا الآن سابقا كانت المعادلة فيها كلور الآن كروم وأصبح التمرين بشكل الآتي احسب التغير في طاقة قبس الحرة القياسية لتفاعل الخلية القياسية أو لتفاعل الخلية القياسي الآتية عند درجة 25 سريليزي من طيل التفاعل ونلاحظ معي هذا هو التفاعل هذا هو التفاعل بإمكانك تشاهده هذا هو التمرين وهذا هو التفاعل هذا سابقا كان كلور الآن أصبح كروم لذلك يجب التنويه إلى هذا التغير أيضا تمرين عشرة أربعة الجواب النهائي هو O.24 V ألف وسالب 4.632 جول إلى مول وجيم واحد في عشرة أس ثمانية أيضا تمرين عشرة أربعة لاحظ بإمكانك أن تشاهد هذا التمرين وهذه هي الأجوبة النهائية أسفل التمرين الأجوبة النهائية لاحظ هذا أيضا مما يعني يجب الإشارة إلى من تغير أيضا عد تمرين 11.4 تغيرت قيم E-Sale للخلية من O.45% إلى O.73% لكي يكون الجواب النهائي هو O.1 مول إلى لتر هذا أيضا تغير في تمرين 11.4 هذا تغير أيضا بالنسبة للناتج طبعا هذا هو التمرين وبإمكانك تشاهد الناتج مضبوط بس هنا القيمة اختلفت O.73% كانت O.46% غيرناه حتى يطلع الناتج مضبوط هذا أيضا تغير حدث في هذا التمرين أيضا عندي سؤال على الخلية الجافة طبعا هذا صفحة شرح 184 هذا هذا حذفت MN2O3 من التفاعل يعني صححة هذه المعادلة أيضا تم حذفها من النواتج هذا بالنسبة للتفاعل الخليل الجافة نعم أيضا عندي سؤال 13.4 طبعا هذا تغير المنطوق السؤال وهذا الأسئلة أيضا المهمة 13.4 هل يجري التفاعل الخلية التالية المعبر عنها أدناه تلقائيا أم لا علما أن جهود الاختزال منطيني إياها للFEO 77 و الBR2 إلى BR اللي هو الBR 1.07 طبعا هذا تغير المنطوق بالكامل لذلك يعني كثير أحدث صار تغير بي نحاول نحل هذا السؤال خلي نشاهد الطالب هذا التمرين أو سؤال 13 سؤال 13 4 لاحظ معي هذا صار بي تغير لذلك نحاول نحل الكياب حتى تشاهد الحل النموذجي أيضا عندي سؤال 24 4 4 24 هذا السؤال الجواب النهائي تغير من سالب 1 3 1 2 5 2 إلى سالب 1 3 7 0 3 0 في الطبعة الجديدة أيضا بإمكانك الشاهد هذا التغير هذا أصبح هكذا وكان سابقا بهذا الشكل أصبح بهذا الشكل بإمكانك الشاهد أيضا عندي سؤال 26 سؤال 26 أيضا صار بتغير من الرقم القديم إلى الرقم الحديث الرقم القديم 57 906 إلى سالب 6 9 2 8 4 طبعا هذا أكو فيه تقريب يعني قد يطلع لك غير ناتج لكنه أكو فيه تقريب هذا الرقم الجديد نعم سؤال 38 أيضا سؤال 38 أيضا سابقا كان 0.01 اليوم أصبح 2.16 هذا الجواب الصحيح 2.16 سابقا كان 0.01 أيضا اتغير هذا الناتج أصور يعني معظم الأمور اللي إرصدناها من عملية تغيرات في الطبعة الثانية مقارنتا بالطبعة الأولى واللي رح أختار لكم لحل هذا حقيقة سؤال 13 نتغير المنطوق هذا خلي نشاهده و نحاول نحله هذا السؤال سؤال 13 4 هذا سؤال 13 4 هل يجري تفاعل الخلية التالية هل يجري تفاعل الخلية التالية المعبر عنها أدناه تلقائيا المعبر عنها ادناه تلقائيا المعبر عنها ادناه تلقائيا أم لا علما أن جهود الاختزال القياسية منطيني جهود الاختزال القياسية الآن منطيني E F E للحديد الثلاثي على F E موجب 2 يساوي موجب O 0.77 70 وعندي E نوت لل BR2 إلى BR يساوي موجب O 0.7 وولت هذا الآن أنا بالنسبة لهذا السؤال هذه الأرقام خليشوف كيف تم التعبير عن هذه الخلية PT PT FE موجب 2 1 مولاري هذا موجب 2 فارز FE موجب 3 1 مولاري BR سالب 1 مولاري وعندي خط PR2 1 أتموسفير وعندي PT هذا هذا بالنسبة لي هذا هو التعبير عن الخلية كتابة هذا هو الأنوت وهذا هو الكاثود هذا هو الأنوت وهذا هو الكاثود الآن أنا أقدر أعرف هل التفاعل يحدث بهذه الصورة أم لا من جهود الاختزال القياسية وإيجاد E-NOT ومقارنته بما موجود يعني حسب هذا التعبير الحديد هو أنوت والبروم هو كاثود حسب هذا التعبير أشوف هل يحدث بهذا الشكل أم لا أقول حسب التفاعل أو حسب التعبير فإن فإن هذا التغير هو الحديد إلى الحديد الثلاثي هنا أكسده هذا هو F-E2 فإنه أنوت راحت F-E موجب الثنين ينطين إلى F-E موجب الثلاثة راح يفقد الكترون وأن وأن البروم هو كاثود ش راح يتحول راح يصير بي آر 2 زاد 2 ألكترون سالب يتحول إلى 2 بي آر سالب هذا هنا راح نضرب في اثنين وهنا نضرب في واحد ش راح يحدث راح يصير 2 F-E موجب الثنين ينطين 2 F-E موجب الثلاثة زاد 2 ألكترون بي آر 2 زاد 2 ألكترون ينطين 2 بي آر السالم هذا الالكترونات راح تحذف راح أكتب تفاعل الخلية 2 F-E موجب الثنين زاد بي آر 2 ينطيني 2 F-E موجب ثلاثة زاد 2 بي آر سالب هاي محالي المائية وهذا محلول معي الآن أجد E-NOT سير يساوي E-NOT E-NOT زاد E-NOT كاثوت أنا من اللي فرضت E-NOT أقل بإشارته فرضت E-NOT هو الحديد إذن الحديد مطينيها موجب O.77 إش راح يصير سالب O.77 موجب 1.07 النتيجة إش راح تكون موجب O 0.3 وطبعا شيئكيد راح التفاعل يكون تلقائي التفاعل سيكون بهذا الشكل تلقائي هذا بالنسبة لحل السؤال واللي قلنا حثت بيه تغيرات وهنا هاي التغيرات يعني حاولنا إنه نرصدها ونفهم الطالب شن اللي حدث وشن قدرنا نحل هذا السؤال طبعا خلي أراجع وياكم شن التغيرات اللي حدثت في المنطوق وشن راح نلاحظها هل يجري تفاعل الخلية التالية المعبر عنها أدناها تلقائيا أم لا شن اللي أستفيد من يقول لي هل يجري التفاعل الخلية معبر عنها التعبير عن الخلية كتابة إذا وضع القطب على اليسار هذا يعني أنوت قطب على يمين هو كاثوت راح أشوفه بالفعل الحديد سيكون أنوت والبروم سيكون كاثوت من اللي يخبرني بذلك يخبرني بذلك إشارة إي نوت لاحظ معي منطيني جهود الاختزال القياسية للحديد الثلاثي من يتحول إلى حديد ثنائي أو بوينت سبعة وسبعين منطيني البي آر تو يتحول إلى بي آر موجب أو بوينت سبعة هنا هذا كاثوت هذا هو أنوت مشيت على نفس المعبر عنها الخلية الحديد أنوت والبروم كاثوت وأوجدت طبعا هنا عدد الإلكترونات المفقودة يجب أن نساوي عدد الإلكترونات المكتسبة لماذا؟ لأن الطاقة لا تفنى ولا تخلق فيجب أن تخضع هذه العملية إلى عملية موازنة يجب أن تخضع هذه العملية إلى عملية موازنة ماكو الإلكترونات تفقد ولا تكتسب المادة لا تفنى ولا تخلق أو تستحدث The matter neither be created nor destroyed هذا هو نص القانون فلذلك أنا قدرت أوازن وعرفت عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة وحذفتها من الطرفين وأوجدت التفاعل العام بناء على ما مكتوب عندي من تعبير أجي أشوف هذا التعبير صحيح أم لا شون أعرف هذا التعبير صحيح أم لا من إيجاد E-note سيل بالمناسبة قد تستخرج E-note بالسالب وقد تكون E-note بالموجب لأن هذه أنا مجرد جاي فقط أثبتها لأن التفاعل الأكسد والاختزال يحدث أو لا يحدث أوجدت E-note سيل اللي هي E-note أنوت زائد E-note كاثوت هنا الأنود من هو؟ الحديد إذن يجب قلب إشارة الحديد يجب قلب إشارة الحديد وبالفعل قلبنا الإشارة هذه الإشارة قلبناها أصبحت من موجب O-77 إلى سالب O-77 والكاثوت بقينا إشارة لأنه أنا أصلا منطيني اختزال وهو اختزال إذن أبقي على إشارته فأصبحت جهد الخلية القياسي هو موجب O-3 و لذلك التفاعل سيكون حاضرا وسيحدث أكسد واختزال والتفاعل هو تلقائي بالمناسبة يعني هذا التفاعل معرفة هل هو تلقائي أم لا تلقائي مرتبط بإشارة E-note سيض اللي حينما استخرجت موجب معناته وضعية الأقطاب هي وضعية صحيحة يعني بالفعل أن الحديد E-note وأن البروم كاثوت لذلك الآن عملية الأكسد والاختزال ستكون موجودة لذلك كما هو موضح بالنسبة للتفاعل أو كما هو معبر عنه فإن الخلية تعمل بهذه الكيفية أي أن الحديد أنود والبروم كاثوت بالمناسبة يعني أيضا هناك سؤال آخر حتى فيه تغير نحاول أنه نحل هذا السؤال اللي هو تمرين تمرين عدة خمسة أربعة اللي هو E-note هذا التمرين أيضا حدث فيه تغير لذلك راح الرزد هذا التغير ونحاول أيضا أنه نستخرج الناتج تمرين خمسة أربعة لاحظ معي هذا التمرين تمرين تمرين خمسة أربعة مطيني الأقطاب ومطيني جهود الاختزال ويراد حساب طبعا أنا من جهود الاختزال راح أعرف منو الكاثوت منو لأنه أدخل أكتب السؤال احسب جهود الخلية القياسي احسب جهود الخلية القياسي لخلية تم عملها من قطب الكاديميوم من قطب الكاديميوم هاي الخلية تم عملها من قطب الكاديميوم المغمور فيه محلول واحد مولاري فيه محلول واحد مولاري نترات كاديميوم وقطب الكروم المغمور فيه واحد مولاري نترات كروم إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية إي نوت للكاديميوم يساوي هذا سالب أو بوينت أربعين وولت وإي نوت للكروم للكروم الآن الأنود تحدث عنده عملية أكسدا والكاثود تحدث عنده عملية اختزال الآن هذا هو الكاثود اختزال وهذا الأنود رح يصير سي آر تحول إلى سي آر موجة باثنين زائد 2 الكترون وعندي الكاديميوم سي دي موجة باثنين زائد 2 الكترون ينطيني سي دي وأيضا أجد التفاعل العام اللي هو سي آر صولد زائد سي دي موجة باثنين طبعا الكترونات تحذف ينطيني سي دي صولد زائد سي آر موجة باثنين هذا هو محلول مائي أجد الآن إي نوت سيل إي نوت سيل يساوي إي نوت أنوت زائد إي نوت كاثوت الأنود أقلي بإشارته هذا هو الأنود رح يصير موجة بأو سبعة أربعة زائد هنا يبقى سالب أو بوينت أربعة صفر النتيجة هي موجة أو بوينت ثلاثة أربعة ضوط هذا هو إي نوت للخلية طبعا الآن وضحنا بشكل مفصل عملية التغيرات التي حثت في الفصل الرابع الذي سابقا كان فصل السادس الكيمياء الكهربائية وحلينا سؤاليا من هذه الأسئلة التي حثت فيها تغيرات وبالتالي كانت الصورة أمامكم واضحة وجلية لذلك الآن أنت عزيز الطالب حينما يأتي أي سؤال وترى التسلسل بغير هذه الكيفية أصبحت لديك الصورة واضحة بأن الفصل السادس أصبح رابع وأن هذه كلها تغيرات هذا الفصل أشكركم أعزاء الطلبة على حسن الإصغاري والمتابعة وأشكر كل من سهمه بإنجاح درسي لهذا اليوم شكرا لكم مرة أخرى وإلى جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة